يبدو أن الاستلاع على الأراضي والأملاك العامة أصبح فعلا مستباح وأمر عادي فقوة السلاح والنفوث تفرض السيطرة على أراضي كبيرة وأملاك عامة فيما يشكو الأهالي من تفاقم هذه الحالة مؤكدين عدم التنازل عن أراضيهم حتى وصل الأمر إلى سقوط ثلاثة جرحة أحدهم حالته حرجة تصدوا لمجامع تريد الهيمنة على أملاكهم مجرين هاي القاع من الوقف السني من الخمسينات مجريها منهم ونزرع بيها والبارحة نتفاجع بميليشيات مدينة العصابات دازين كتاب من وقف الشيعي أن نلقاع عمالتنا ونحن صارنا من الخمسينات بيها ونزرنا هاي البارحة ما اتفاجعنا بهذا الجو الشفول وسيارات مصفحة وكل واحد الشيء اللي الشي سمع عشر بنادق بالسيارات وقام يرمون العصابات احنا من عرفة ما اجتنا فاحنا بلي بيوجد قالوا طبا سيارات مصفحة مونيكات جكسارات ووحوثيات مسلحين لا بسين زي حسكري يدعون بي احنا الحشد فهي لا اللي ما تابعين لأي حشد هم ميليشيات مسلحة تستولح الأراضي يعني تستولح الأراضي ما الفقراء ادارة قضاء بعقوبة حملت الوقفين السني والشيعي مسؤولية ما جرى ليلة الأحد بين المسلحين وأصحاب الأراضي محذرة من ان هكذا أمور لا تزيد الا النعرات الطائفية في محافظة اثخنتها النزاعات والاغتيالات حمل الوقف الشيعي والوقف السني مسؤولية ما جرى يوم أمس والنزاع الذي حصل بين المواطنين في مدينة بعقوبة بالنتيجة تصرفات الوقف السني والشيعي لا قانونية وهي برام عقود على نفس العقار اديالة لا تتحمل هذه النزاعات اديالة اليوم يكفيها معانة من شرور داعش وغيرها من الجهات المسلحة بالنتيجة لا بد للاحتكام إلى القانون ومنع هكذا تصرفات بقوة السلاح والمال عصابات ومافيات تريد الهيمنة على ما تبقى من أملاك خاصة وعامة في ظل غياب المحاسبة وعدم وجود رادع من قبل الأجهزة المختصة من محافظة ديالة حسن الشمل التغيير الفضائية التغيير فزحاء البحث 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 أ